بعض الانفصال عن والديها لدين توفي اثر انفجار في مطار كابول خلال الانتحاب الامريكي من افغانستان تجتمع طفلة افغانية اخيرا مع اخوتها وعمها في قطر حيث حمل بار محمد نيازي ابنة اخيه اليزا بين دراعيه وهو يغالب دموعه وكان قد رأها لاخر مرة قبل عام ونصف وفي اب 2021 اخذ والداء اليزا محمد وسامير نيازي اطفالهما الى مطار كابول على امل الهروب في احدى رحلات الاجلاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من البلاد واستلاء حركة طالبان على الحكم لكن انفجارا اودى بحياتهما بينما نجى الاطفال ونجت اليزا بعجوبة من التفجير الانتحارية وكان عمرها انذاك لا يتجاوز شهرا واحدا وحصلت مؤخرا على رحلة اجلاء امريكية قطرية تم فصلها عن اشقائها لكن عمهم عثر عليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعد وصولها الى الدوحة نقلت الطفلة الى مركزا لرعاية الايتام في المدينة حيث اطلق عليها اسم ماريا ونسقت وزارة الخارجية القطرية مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف للعثور على اسرتها وحين عثروا على عائلتها ارسلوا اختبارا للحمض النووي لكابل لتأكيد صلة القرابة وافقا لمسؤول كان على دراية بالقضية فان اجراءات الحصول على جوازات سفر الاسرة لجلبهم الى الدوحة بدأت وقتها وجاء اتباعا شقيقتين اليزا وشقيقها بالاضافة الى عمها وعماتها اشتركوا في القناة